كل توقعات انه بكرة وحتى طبقى اللي اضيفنا الكريم توقعات رفع بكرة اسعار الفائدة ولكن ما حدش اعرف عنديه ده قرار لجنة السلسات النقدية انه ما معناه انه قد لا يكون هناك شهادات جديدة يعني بيقول الشهادات اللي موجودة بالاسعار الكبيرة اللي موجودة 18% اللي هي زيادة 5% عن اسعار التضخم وبالتالي قد لا يكون هناك شهادات جديدة عن اللي موجودة اللي هي 18% لما بقول لكم الرقم اللي هو 8 انواع من العطور تم استيرادهم في الفترة من 15 مارس الى 10 مايو فتعة اعتمدات ليهم من احد البنوكة المصرية بـ 223 مليون يورو رقم كبير جدا تاني بقول كبير جدا بس ده بيعني مش موقفين حاجة يعني يعني مش قفلين الاستيراد يعني مش منعين الناس السورد يعني هو ده معناه كده انه حتى العطور انه في بعض ناس كان حتى العطور اهو اعتمادات اتفاتحت ومبلغ كبير 223 مليون يورو لثمان انواع من العطور الشهيرة المعروفة اللي حضراتكو يعني عارفينها ثمان انواع جايبينهم من مارس الى مايو رقم رقم كبير بالمناسبة كبير فاذا البنك المركزي بوكر اللجنة السياسات التوقعات التراقب اللي هيحصل في هذا المجال المهم والناس كلها منتظرة غدا بإذن الله تعالى قرارات لجنة السياسات النقدية طلعوا واتكلمنا وانا بشكر سيادة الفريق كامل وزير وزير النقل شكروا جدا بدخلتهم بارح معانا بحييه افلت افلت انا بتشوفه وبقولي التعبير ايه افلت واغلقت الابواب اللي كانت مفتوحة علينا وعالبلد طلعت الابواب والاصوات الاثوات الغربان السوداء تشكك وتتكلم على البيع كلام فريق كامل وزير امبارح واضح لا بنبيع ولا بنملك ولا 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 ولكن بجيب منستثمر اه بجيب قطاع خاص اه بحول من هيئات لشركات اه عشان الإدارة ومين مش عايز إدارة كويسة وعايز انضباط وعايز الشغل بسم الله ما شاء الله ولما تروح تقضي خدمة بدل ما تقعد لك ثلاث اربعة يام تخلصها في نص ساعة ولا في خمس زاي مين مش عايز كده كلنا عايزين أكيد كده مين عايز قضاء على حاجات كتيرة وبريقراطية ومن غير من نتكلم في الحكاية قضاء وقضاء وقضاء واستخدام يعني الرقمنة وغيره عشان ميبقاش عندي يعني اياد كتيرة شغالة فيبقى عندك ايه رقمنة فتقضي على أبواب كثيرة جدا عظيم ما بتشاكيش كيف حد الناس كلها جميلة وعظيمة ومحترمة لا نتشاكد فيه أحد على الإطلاق ولكن بنقول الدولة طلع مبارح وهي من مارس اللي فات وسيقة سياسة ملكية الدولة اللي قالك الدولة بتبيع والدولة هتبيع ومش هتخلي حاجة وخالص فيه وثيقة عظيمة كده بحي مجلس وزراء على هذه الوثيقة عد تقريت الوثيقة طويلة بتاع 45 صفحة يمكن الوثيقة اللي قدام حضراتكم ده الغلاب بتاعها والعنوان بتاعها هقول لكم رقم رقم تمانية وتمانين كيان اقتصادي هيروحوا المين للقطاع الخاص كيان لا عشرة لا اربعين لا تمانية وتمانين كيان اقتصادي هيروحوا للقطاع الخاص ده الدولة اللي هتبيعه والدولة مش عايزة حد يشتغل معاها ده الدولة اللي مش عايزة قطاع الخاص يبقى موجود ده الدولة بتقول له قطاع الخاص اركن وانا اللي هشتغل واشير كل حاجة الدولة هتحول قطعاتها وشركتها وغير تمانية وتمانين كيان هقول لحضراتكم على شوية أهم هذه الكيانات اللي هو التخارج بتاعها بدأ في وزارة النقل وستادة الوزير امبارح كامل وزير امبارح قال لنا أنا بدأت مش لسه هابدأ بدأ يعني مش لسه هابدأ بس التخارج يكون خلال ثلاث سنوات فيه اللي بدأ وفيه اللي لسه شغال عشان بتعمل حوكمة وإجراءات معينة يبقى أنت أنا بتكلم عن رقم تمانية وتمانين كيان اقتصادي الدولة عليهم بوستين ثلاثة فضل قطاع الخاص فضل خطاع الخاص هياخدتهم ويجري سواء عربي أو مصري أو أجنبي أيا كان الخطاع الخاص أيا كان الأهم من النهاردة أنت بتعمل إيه زي ما قلت لحضراتكم بارح عايز ترفع استثمارك واتزوده فيها في الشغل ده بنسبة من 25 إلى 30% زي ما قلتها بارح